طيب حلو جدا دلوقتي نيجي بقى للنقطة بتاعت هل الشاشات الكيو دي قولد بيحصل لها او احتراق البيكسل اكتر من الشاشات الاولد ولا لأ والموضوع ده حصل عليك ده الكبير لحد اما موقع عمل اختبار مهم جدا للموضوع على اكتر من مية شاشة وكان من ضمنها الشاشات زي الشاشة والشاشات كيو دي قولد زي شاشة سامسونج الاس خمسة وتسعين بي والشاشة السوني الاي خمسة وتسعين واللي بيحصل في الاختبار ده ان هما بيشغلوا الشاشات اللي عندهم لمدة تمنتاشر ساعة يوميا والاختبار ده مدته سنتين عشان يعني يعملوا كده تجربة زي المستخدم اللي بيستخدم الشاشة لمدة عشر سنين بس هما طبعا مش يعملوا الاختبار لمدة عشر سنين فعايزين يؤثروا المدة بتاعت الاختبار دي ويخلوها في سنتين بس فبيشغلوا الشاشة لمدة تمنتاشر ساعة يوميا واليوم بقى طريقة معينة في ان هم يشغلوا انواع مختلفة من المحتوى او محتاج ثابت. المهم يعني ان الاختبار ده كانت النتيجة بتاعته ان الشاشات الكيو دي اولد معرضة لاحتراق البيكسل اكتر من الشاشات الولد. ودي كانت مفاجأة لناس كتير جدا ان فكرة الشاشات الكيو دي اولد تبقى فيها بيرن اين اكتر من الشاشات الولد. والسبب في كده يعني هو سبب تقني جدا وعلمي جدا خليني نشرحولك بسرعة. الشاشات الدبي اولد اللي بيميزها ان بيكون فيها بيكسل بيضة عشان تنور النور الابيض اللي في الشاشة. يعني زي ما انت شاف في الاختبار كده هم حطين الكاميرا مقربينها جدا على الشاشة بحيث ان انت هتشوف البيكسل وهي بتنور. فهتلاقي ان طبعا عشان تنور ازرق في بيكسل ازرق بتنور عشان تنور احمر هتلاقي البيكسل احمر بتنور عشان تنور اخضر هتلاقي في بيكسل اخضر بتنور بس عشان تنور ابيض هتلاقي فيه بيكسل ابيض بتنور. لكن العكس اللي بيحصل في الشرات الاولد. الشرات الاولد طبعا كنت شرحت الفرق وبين التكنولوجيز دي بشكل مفصل في الفيديو وبلي كده بس دلوقتي انا بخسره لك بسرعة. الشرات الكيو دي اللي بيحصل فيها ان مفياش البيكسل اللي بتنور ابيض دي. علشان هي بتعتمد على ان النور الاساسي فيها بيكون ازرق. والفلتر بتاع هو اللي بيقسم النور الازرق ده الاخضر واحمر بالاضافة للازرق فبالتالي بيجمعوا لك في الاخر النور الابيض. فهنا الفرق الكبير ما بين كل التكنولوجي والتاني. ان الشاشة الكيو دي اولد علشان تعرض لك دايما النور الابيض على الشاشة او المحتوى اللي لونه ابيض على الشاشة هتستهلك اكتر من الشاشة اللي فيها بيكسل مخصصة للون الابيض. فهو دي اللي حصل في الاختبار ده او يعني كانت النتيجة بتاعت الاختبار ده. النتيجة ان الشاشات الكيودي اولد علشان تعرض النور ابيض هتضطر ان هي تستهلك دايما النور الازرق الاساسي اللي موجود فيها على عكس الشاشات او الو اولد ان هي فيها بيكسل مخصصة للنور الابيض فبالتالي مش هتستهلك كل البيكسلز اللي فيها في نفس الوقت علشان تطلع النور الابيض. فعلشان نلخص لك يعني الموضوع متطلق باش انا كنت عملت زي استطلع رائق سريع كده عندي على المتدى بتاع القناة وسألت السؤال اللي هو انت بتسيب الشاشة بتاعت التلفزيون اللي عندها بيستخدمها مدة زمنية قد ايه? هل انت بتستخدمها اقل من اربع ساعات? ولا بتستخدمها من ست لتمن ساعات? ولا اكتر من تمن ساعات? ولا انت بتقفل شاشة التلفزيون خالص? فكانت تقتل الاستطلاع ده ان اربعة واربعين في المية من الناس بيستخدموا شاشة التلفزيون اللي عندهم اقل من اربع ساعات. وتسعة وعشرين في المية من الناس بتستخدم شاشة التلفزيون من ست لتمن ساعات. و 19% من الناس بتستخدم شاشة التلفزيون اكتر من 8 ساعات و 9% بس من الناس اللي هم بيسيبوا شاشة التلفزيون شغالة طول الوقت ومعنى الاستطلع ده بالنسبة لي ان اغلب الناس في العموم ما بتستخدم شاشة التلفزيون اكتر من 4 ساعات في اليوم فانت في الاخر الموضوع يعني زي ما بقولك الموضوع معتمد على المدة الزمانية اللي انت بتشغل فيها الشاشة لو انت بتتفرج على محتوى متنوع زي ما شرحت لك دلوقتي ما عندكش مشكلة خالص مع موضوع البرنيين ده مش هيأثر معاك خالص. بالخص ازا كدت من الناس اللي بتشغل الشاشة اقل من اربعة ساعات في اليوم. حتى لو انت بتفرج على محتوى متنوع لمدة تمن ساعات في اليوم زي تسعة عشرين في المية من الناس. انت برضو مش هيبقى عندك مشكلة خالص مع البرنين. ولكن لو انت هتبقى من التسعة تشر في المية او التسعة في المية من الناس اللي هيشغلوا شاشة التلفزيون لمدة اكتر من تمن ساعات. يبقى في الحالة دي انت لازم تكون صريح مع نفسك شوية في طبيعات استخدامك لانك لو هتشغل الشاشة المدة الزمنية دي كلها على محتوى ثابت. يبقى منصحكش انك تجيب شاشة ولا الشاشة دي ان الشاشتين دول مش هيكونوا مناسبين لك خالص. انصحك انك دي بشاشة او شاشة دي هتكون مناسبة لك اكتر. لكن زي ما قلت لك لو انت هتشغل الشاشة المدة الزمنية دي كلها على محتوى متنوع. يبقى ما تشغلش دماغك خالص لموضوع ده مش هيسبب لك اي مشكلة. منا في النهاية ان الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي ارتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتزاهر قدامك. قريت في النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير وانتقابل فيديو جديد ان شاء الله. سلام.